اشتركوا في القناة تستمر في المناهج والآليات والنظريات في موضوع الملاحظة رأيت ان ناخذ مع بعض أيضا مثل مع انه في امثلة كثيرة طبعا رح تأخذ في الصف لكنها حق الناس اللي قد يتابعون من بعد سواء هم مسجلين ولا غير مسجلين في البرامج اخصاد للهام سواء في الماجستير أو الدكتوراه أو الدبلومة العالية انا راح اعطيكم مثل حالة احنا اشتغلنا فيها في الحقيقة في البوسنة في شمال البوسنة في منطقة تسمى بيهاتش سمعتوني اذكر بيهاتش لانه هي من اكثر الاماكن اللي بديننا فيها التطبيقات الاولية الملاحظة وتطوير مفهوم الملاحظة بشكل كبير بيهاتش لديها طبعا بجانب جمالها وطبيعتها لديها كثير من الفقراء الفقراء الذين هم استمروا من بعد الحرب ثم تطورت الحالات لجوا فقراء يعني ايضا اخرين وفي عندها قائمة انتظار طويلة ومرحمة هي من منظمات المجتمع المدني التي هي تركية الاصل ولكن تشرت بسبب ثقافة تركية طبعا على بلاد البلغان فاخذت نفس منهجية مرحمة ودخلت فيها الى دول البلغان مثل البوسنة وغيرها من الاماكن وساهمت مرحمة في التقليل من اثار الفقر ولكن لم تساهم في القضاء على الفقر بل في الحقيقة كرست الفقر وخاصة حسب النموذج اللي خدناه في شمال البوسنة وبما فيها كان منطقة بيهاج ولذلك احنا جئنا بمشروع للقضاء على الفقر من خلال مرحمة التي هي منظمة انسانية تشتغل في التخفيف على الفقراء سواء بالملابس سواء بالاكل اليومي وسواء بالمساعدات الموسمية وغيرها شفنا ظاهرة غير طبيعية لذلك للسؤال الآن كيف استخدمت الملاحظة لتأتي بنموذج جديد للتعامل مع الفقر بالعكس وضعنا من خلال مرحمة طلعنا بنموذج عالمي ينادي بالقضاء على الفقر من هكذا التصرفات من هكذا منهجيات من هكذا اقتصاد اقتصاد يقوم على الالهام طبعا مرحمة هي في الحقيقة مثل ما قلت يمكن اكثر مساعداتها تقوم على توفير الغذاء المطبوخ ومساعدات عينية اخرى ويفترض ان هي موجهة لفعلا من هم في خط تحت خط الفقر او من لا يستطيعون ان يطلعوا من خط الفقر ولذلك هنا كان واحدة من التحديات انه فيه فقراء خارج هذه المنظمات ومرحمة هي اكبر واحدة فيهم في شوال البوسلة فهل فعلا الفقراء اللي في الداخل هم اكثر استحقاقها من الفقراء الذي في خارج ولاحظوا الملاحظة الكبيرة على المستوى ايش يحين الطيارة ولا الهليكوبتر ولا المنطاد لا على مستوى الطيارة صح هل فعلا هاي السؤال اللي كانت بداية الملاحظة فالملاحظة عبارة عن تساؤلات ماذا ماذا يحدث هنا فبالتالي هذا الفضولية هاي الفضولية الهادفة هي اللي حركت في الحقيقة ان احنا نبتدي نتداخل مع المؤسسة ونعرض عليهم خدماتنا ونقولوا ما نحنا بنطور لكم انه بحيث نضمن العدالة ان اللي في داخل المؤسسة هم ليسوا اقل استحقاقا من من في خارج المؤسسة وفعلا اخذنا العينة كاملة لمن يستلمون الغذاء المطبوخ وهما بين ثلاثمائة لستمائة عائلة على مستويات مختلفة يعني في ناس يستلمون غداء كامل وجبات يعني وجبات كاملة يعني وجبتين في اليوم على الاقل وفي ناس يستلمون وجبة واحدة في اليوم في ناس يستلمون وجبة يعني غير مطبوخة ايضا او يعني مواد ناشفة وهم يطبخونها وبالتالي احنا نتكلم على اذا كان واحدة من الاشياء انه في كان كثير من الناس هم حين انا في انا قاعدا مشي على النقاط هذي فان شاء الله تشوفون الله رأينا كثير من الناس هما في الحقيقة حقيقة يحتاجون الى ان يدخلون داخل المساعدات هذي وهما اكثر حاجة ليش؟ لان حددنا بدأينا نحدد معايير المعايير واحدة منها ان هي ان الانسان لا يستطيع ان يعمل بنفسه يطبخ بنفسه الذي يستلم طباخ جاهز يفترض الوجبة الجاهزة يفترض لا يستطيع ان يقف في المطبخ لا يستطيع ان يقف في المطبخ ليس عنده فرن لا يستطيع ان يقف يمكن يكون ذوي عاقة يكون كبير سن ما عنده ناس يساعدونه ما عنده ابناء ما عنده كذا فهذه نوعية من الناس التي يعني رفعنا الاستحقار على حسب اوزان وضعنا اوزان وطبعا فيه فيلم في هاي الشيء رح نرويكم اياه ايضا طبعا ان هذه لاحظنا ان يفترض ان الفقر لا يتناقل لا يتوارث يعني واحد من مشاكل الفقر في العالم ان يتوارث ان الاب يعطي الابن والابناء يعني والعائلة صارونا هما فقراء وهذا ما يفترض ان منظمات المجتمع المدني منظمة خيري بتائي تمنع ذلك بحيث ان تعجيل جيل الفقراء يعني هذه الابناء الفقراء اللي هما يطلعون من الخط الفقر ما يستمرون مثل والدينا مثل من خلال التعليم من خلال توفير وظائف هذه لم نلاحظه ايضا في في البدايات في مرحب فلاحظة الملاحظة ساعدتنا ماذا نريد ان نستهدف ثم ايضا انه 40% من هؤلاء الناس وهني تأتي دور الملاحظة الديمغرافية اللي هي نتكلم على الاعمار على الكفاءات على الصحة على التعليم 40% من هؤلاء هم بين اعمار 16 إلى 39 سنة وكلهم صحيحين عمد الله فحنا نتكلم على ناس ليسوا ذوي يعاقة حتى يستعقون مساعدة حتى ذوي اللعاقة اصلا يرفضون اللعاقة في الدول المتقدمة وفي دول حتى غنية مثل دول الخليج بعض كثير من دول اللعاقة ملهمين هما في العققة يساعدون الناس الآخرين لأن اللعاقة ليست يعاقة الجسد يعاقة هي اللعاقة الداخل احنا احنا معاقين عند كل واحد فينا عنده يعاقة محددة تمنعنا يقوم بأعمال سليمة ومتكاملة ويلهم فيها المجتمعات فلاحظوا أن هذه الملاحظات طل قائمة الانتظار مرة ثانية الوجبات طبيعة الوجبات التي تقدم الناس حجم الناس اللي أصبحوا وهم معتمدين اعتماد كل على هذه المؤسسة وأيضا العمار بشكل عام كله ساعد على أن نحن نبني يعني تصور كامل لما هو المشروع الذي نريد أن نستهدفه فرأينا أنه فحلا في الحقيقة أنه اليوم وصول المساعدات لمنظمات مجتمع مدني بشكل عام ومرحمة بشكل خاص كان التطبيق على مرحمة ولكن حين نشوفها وأنه لنه جلسنا ستة شهور نصيح تعاملنا مع مرحمة صراحة ستة شهور ولكن كانت ستة شهور يعني عطتنا قوة كبيرة لأننا عايشين في المجتمع فكنا نرى الآثار التي تصنعها يعني مرحمة ولا غيرها من منظمات المجتمع المديني وهي طبعا في العالم كلها في السودان رح يكون نفس الغصة في آسيا رح يكون نفس الغصة ويغا فلاحظنا أننا اليوم أن المساعدات المادية هذه التي تأتي للمساعدة غير الطارئة هي تدمر الإنسان لاحظنا أن الوجبات حداتها التي تأتي مطبوخة لشخص هو يستطيع أن يطبخ تدمر العائلة مش فقط الإنسان لاحظنا أننا اليوم صارت في عادات وسلوكيات هي تكرس الفقر وتخلي الإنسان يحس أنه مثلما إنسان تقول لها أنت دام 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 أنت ما تفهم ما تفهم ما تفهم فأكيد رح يصبح ما يفهم فنفس الشيء لما تعطي الإنسان واجباتك اليوم خلاص هو يحس أنك كانت قاعد تكسر أجنحته كسر قدراته تجعله على كرسي متحرك لا يستطيع أن يقوم بنفسه وبالتالي في الحقيقة مرحمة ساهمت في تقليل في ذاك الوقت طبعا ساهمت في تقليل القدرات على الخروج من الفقر ساهمت في أنه هي أيضا أن الناس يشوفون أين خط الفقر وما هو معناته في الفقر ساهمت أن الناس لا يعرفون مفهوم الاكتفاء الذاتي وبالتالي قلت الإنتاجيتهم وقلت وقلت العائد حكم الرحمة فمعظم منظمات المجتمع المدني يوم يشتقيس في السودان في أفريقيا شكل عام في أمريكا الجنوبية في كثير من الدول ما يغسون حتى في أمريكا حتى في الدول المتطورة ما يغسون كم واحد ساعدنا كم واحد أكلنا كم واحد عالجنا لكن هو الأصل كم واحد خرجنا من خط الفقر كم واحد خليناه أنه ما تعالجه خليناه أنه ما يأتينا يعني عالجناه مرة وما صار عنده وقاية هذه القياسات الصحيحة فبالتالي لذلك بدأنا في تجارب كثيرة لا ممنهجة ومنهجة عشان تصنع التغيير المطلوب فأصبحنا وضعنا توجه واضح للمرحلة تغيرنا مجلس الإدارة دخلنا في الشباب شبكنا مع مؤسسات المجتمع المدني اللي تعمل في موضوع الريادة طلعنا هذه الأربعين في المية حطيناهم بالأصفر راح نحن نسوي لنا ترميز الآن فهذه الأصفر يعني في مرحلة انتقالية ما نقدر نطلعهم مرة وحدة نطلع الناس الأكثر قدرة منهم المتعلمين كذا كذا اللي ممكن يحصلون وظائف وقللنا من المساعدات بحيث أن يحس الإنسان اللي ما يستحق أنه ما يستحق خلاص بس ليس فجأة ولكن بتدرج عبر أسابيع من الوقت مع اندارات مع كذا راح نعطيكم وظائف إذا ما قبلتوها ما نقدر نستمر في مساعدتكم كذا وكذا فبالتالي ساعد ذلك في الحقيقة يعني مع التأهيل لازم يكون في تأهيل في الحقيقة ما يصير تطلع واحد تعلم سايكولوجيين هو فقير نكده يقول له ما بساعدك يروح بيدور على جهة الثانية تساعده أو يعني يستمع يعني يموت يا أمرض بالنسبة له لكن لما تأهله انت وتأهي فبالتالي من خلال المابينغ حق الديتا اللي هو مرة ثانية يعني سوينا نعمل التخطيط حق البيانات والملاحظات بدنا نحط أوزان حق من هم المستحقين حسب الأوليات فمثل ما قلت لكم دخلنا في الديموغرافيكس أعمار صغيرة أطفال أما نساء ما يستطيعون كبار سن ذوي إعاقة وليس بس استحقاق أنه خلاص توارث مثل ما كان سابقا طبعا أيضا واحدة من الأشياء اللي احنا بدنا نشوف الفرص نكفي فرص كثير أن هذه الناس في أماكن كانوا أمام أصول طبيعية فهموا فقراء ولكن يمتلكون وصول طبيعية بتلكون مكان أمام النهر نهر من أجمل أنهار العالم ترى في السمك وانت واقف ترى يعني دائما ويعني ترى في الصخور يعني نظيف جدا فأني بدنا نحول بعض الأماكن من البيوت أو جزء من البيت إلى مطاعم ولا إلى كانتين يبيع في أشياء أو كوفي شوب أو غيرها ودعم أيضا بسيط بس نحاول نشتري طاولات نشتري كراسي نشتري يعني سخان بس أشياء بسيطة عشان يبتدي يحس أنه فعلا يقدر يتحرر من الاعتماد على المؤسسات الإنسانية ثم دخلنا في كيف أن نحن نقلل حين المرة ثانية حجم الناس الموجودين في داخل اللي يستلمون من الجمعية وحجم الحالات اللي يفترض أن تطلع السنة القادمة وحجم الحالات التي ممكن أن نحن يستقبلها نفس الشيء بناء على السكريني فبرة ثانية لما سونا السكريني حصلنا فقط 10% من الناس المتقدمين لهم مساعدات من هذه كانت تقريبا أكثر من 2000 حالة فقط 10% هم الذين يستحقون يعني 200 شخص اللي يستحقون يدخلون في مساعدات مرحمة وبالتالي بدنا نربط ترابط بين دور المؤسسات مثل مرحمة التي يملكون الأصل أن يطلع ناس من خط الفقر وليس تساعد ناس تحت خط الفقر فقط طلعهم وتعتبر أن اللي يتساعد حالة طارئة وليس حالة مستدامة يعني الأصل لما يتمه على القائمة السنة القادمة إلا إذا هو كان إنسان يعني لا لا يستطيع أن يعمل لا يستطيع أن يقوم من مكانه عنده مشاكل أخرى مزمنة أمراض كذا وبدينا نربطها بالدمغرافيكس في ناس المعنية بدنا نربطهم بالأعمار بكذا وأيضا بدنا نسوي مشاريع ومختبرات للتقليل على الفقر مع الشباب ومن خلال زيارات ميدانية من خلال المقابلات طبعا في صور في كثير من الأشياء موجود على اليوتيوب أيضا إذا حبيته تطلعون على هاي الشيء وبالتالي هاي ساهم فيه نحن كيف نسوي نبني الـ problem vectors وهنا رح نتكلم عليه يمكن أكثر في بعدين في مراحل لحقة اللي هي عبارة عن نوع من التوجهات أو الموجهات التي تساهم في حل المشكلة وكيف نبني مرة ثانية التفكير العكسي الذي يساهم في بناء الحلول الصحية وبالتالي تحولنا من الحلول التي تأخذ بنا على السمبثي على فقط أننا نكون متعاطفين إلى الحلول تبنى على مفهوم الرحمة وهذه اللي هو أكبر ليس عطفا ولكن رحمة بالآخر أحساسا بالآخر هو الرحمن والرحيم فالرحيم سبحانه يعني هو يحس بالآخر يرى يرى نملة يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الضلمة صح ولا لا فهو سبحانه يعني المثل الأعلى لمفهوم الـ الاحساس بالآخر فإحنا بدأنا ناخذ الحلول الامباثاتيك وهذه تتميز فيها طبعا تطبيقات اختصال الهام رح تشوفونها إن شاء الله في البرامج القادمة أو في المقرات القادمة فإحنا قلنا نتكلم على رفع القدرة على كيف الناس نطلعهم من خط الفقر ومفهوم الاكتفاء الذاتي ثم رفع القدرة إنهم يستمرون في خارج خط الفقر أيضا هذه هي من المفاهيم التي فإحنا قلبنا النموذج إذا ما نساعد ناس ونكون هدفنا هو التركيز على أن الأغلبية يكونون هم الناس نساعدهم لا الأقلية هم الناس اللي نساعدهم والأغلبية اللي هم نحاول نطلعهم من خط الفقر وهذه طبعا من خلال أو شيء سويننا شبكات كثيرة مع منظمات المجتمع المدني غرفة تجارة في هذه المنطقة الجامعات لايكتوا وعية كاملة بحيث أن يساهم الشباب أيضا يندخلون في مجالس الإدارة الشبية وتم تجربة في الحقيقة أن يكون كيف الشركاء يتعاونون حتى في تصميم الجديد لمرحمة تصميم مجلس إدارة تصميم المكان بحيث المكان أيضا ما يعكس المكان لأصل في المكان كان مكان تدريب وليس مكان مساعدات قبل ندخل كنا مرحمة في البداية كنا نشم ريحة اللحم ورحمة الخضرة ورحة الطباغ لأن هذا هو اللي معروف فينجوا الناس معاهم ويجايبين نصحونهم معاهم عشان يستلمون المساعدة إذا ما جاي يقدرون نصحونهم أو إن تلاقي سيارات قاعدة تحمل عشان تودي البيوت الناس اللي هو الناس متطوعين كانوا بدون حق بيوت الناس الأكل وكذا فلحنا الآن لا صار الموضوع لا هو في الحقيقة ترميز للناس المستحقين دائما أول بأول تجديد كل فترة تدقيق عليهم من هل هم فعلا بدوا يطلعون من هادية هم قاعد يشتغلون على أشياء معينة عطيناهم مساعدات معينة عطيناهم كراسي عطيناهم كذا كيف بدوا هم يتفاعلون هايش بدلا ما نعطيهم الحين المادة المطبوخة والغيرة وكيف نحن نقدر نصل إلى الناس أقل يستلمون المساعدة وكيف نحن نبني معهم مرة ثانية ثقافة المتابعة والإرشاد وكيف اللي يطلعون من خط الفقر صارون أهم اللي يرشدون الآخرين لاحظوا كيف وبعدين كيف نبني لهم مرة ثانية حق مرحمة الآن أن لما شفنا حين دخلنا بالتفاصيل لاحظوا حين احنا تكلمنا على مستوى الطيارة ثم نزلنا على مستوى الهليكوبتر صح هنا أنا معاكم حين بدخل معاكم على مستوى المنطاد أو الدراجة فاحنا شفنا أن الوجبة جاينا حين حق الوجبات تفصيل الوجبات المطبوخة رأينا الوجبات المطبوخة خمسية في المية منها هي عبارة عن اللوف اللي هي عبارة عن الخبز التوست هذا لأن أهل البوسنة البلقان هم مشابهين للأتراك بلقان فهم مشابهين أيضا للاوربيين يأكلون الخبز مادة الخبز أكثر شيء ويكون معايش أوروبا ويكون معايش بسيطة بس أمشي الخبز الخبز هو خمسية في المية من الوجب ويمكن تذكرون في الحرب البوسنة في كلنا ما ننسي هذه المناظر اللي عاشوا حرب البوسنة شافوها أن تقريبا في سنتين كان يحطون دائما 1992 1993 تأتي الحرب كان نشوف كيف يرمى الخبز الناس أهم شيء بالنسبة لهم كان الخبز هي الشيلر أساسي فحنا شفنا أن مرحمة أمرة ما فكروا أنهم ما يستثمرون في هذا الشيء يعني بدلا ما تؤتي مساعدات وما يوزعونها يفترن يأخذون من هاي المساعدات يحطون جزء منها حق المخبز أو ينادون بمساعدات للمخبز صح؟ أساسي يصير هو كان نوع من العائد أيضا لهم يعني يصير المخبز يبيع 50% يبيع 50% يوزع فيصير عنده دخل ثابت ما يعتمد على المساعدات خارجية ولاحظوا من هي أيضا الملاحظة دورها في تحرير النموذج الأعمال البزنس موديل يصير مور اندبندنس وبالتالي هذا يساهم في الحقيقة على أن نحن نشوف الأشياء بطريقة سليمة فلما بدنا شارينا في الحقيقة يعني إحنا استثمرنا في في مكينة الخبز وليس في مخبز كان ممكن ترى نسوي مخبز كان عندنا فلس وما في تكاليف كثيرة حق مخبز في البوسنة ولكن احنا قلنا له مكينة خبز عشان أهمها من خلال عادي يبنون المكينة الخبز وبناء على ذلك بدأت تحقق في العقية لهم أشياء كثيرة البلدية بدأت تساعدهم لأنه بدأت يشوفون أن المؤسسة هما رحوا بعدين حطوهم أراضي البلدية أساسي ابنوا فيها مخبز ومكان تدريب وبسبب التغيير اللي شافوه لما جاءوا المجلس البلدية يشوفون التغييرات اللي سووها ما رحوا ما تشرحوا عن نموذج كيف أننا حين بدأوا يتغيرون بشكل عام فأنا أتوقع أن هذه التجربة بحد ذاتها هي وقفة جميلة نقف عندها لأنها من خلالها نستطيع أن نفهم التجارب التي رح نتكلم عليها القادمة إن شاء الله أشكركم مرة ثانية على حسن استماع ولأجمعنا إياكم مع الخير إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر